ساعدت اللواء إلى وجود قيادة للمنطقة المركزية والمقصود فيها الحرم بشكل عام والجهات المشاركة والمساندة لقوة أمن الحرم حول الحرم سواء في الساحة التوسعة الشمالية أو في الساحة الشرقية ويتحدث عنها زميل المسؤول عنها وأيضا الجهات الأخرى ولكن الجديد في هذا العام هو أنه إحداث قيادة للمنطقة المركزية تُعنى بإدارة الحشود بالتنسيق بين الجهات وهي التي تغذي الحرم بالنسبة للطائفين وطريقة التفويج في تناغم وفي طرق جديدة بإذن الله تعالى تكفل إنسيابية دخول الطائفين وقاصد المسجد الحرم إلى أداء الطواف ثم التوجه إلى مساكنهم بحول الله وقوتهم